مرحباً بالجميع، إليكم غرائب اليوم أخذ هذا الشخص قطعة ورق عادية، وطيها مرات عدة حتى تنتهي، أصبحت بعدها لعبة صغيرة ممتعة هذه المحارات الصدفية، وهذا ما تبدو عليه عندما تزبح حولها يحاول هذا الركون الاستلاء على قطرات المطر التي تتساقط من السماء هذا يسمى القرش الدراس أسماك القرش هذه لزيل طويل جداً تستخدمه مثل الصوت لصعق الأسماك وتسهيل صيدها أسماك القرش موسيقى هذه السمكة مسطحة تقديم معظم وقتها مستلقية على قاع المحيط مع نمو السمكة تنطقل مقلة عين واحدة إلى الجانب الآخر من الرأس والبقاء على هذا النحو لبقية حياتها هذا منظر رائع للغروب حقاً يحتاج إلى التأمل هذه نهاية الفيديو أمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا أراكم مرة أخرى قريباً جداً ترجمة نانسي قنقر